مجدد الترحيب بحضراتكو في البيت الكبير فقرتنا الحوارية الأولى عن أكيد منتخب مصر منتخب مصر يمكن اللي زي ما حضراتكو عارفين بعد مباراة كينيا تعرض لبعض الانتقادات على الأداء على مستوى الأداء حتى على مستوى النتيجة كمان هنتكلم مع نجمنا الدكتور أحمد سابت كمان عن مشوار النادي الأهل إن شاء الله مباراة المريخ لكن خلونا الأول برحب بك دكتور أحمد نوارنا في البيت الكبير أهلا بك يا كابتن هاني وأهلا باستاذ المشاهدين مرحب بك قبل الدخول في الأرقام والإحصائيات عايزة أعرف برضو شفت مباراة كينيا إزاي وقبل مباراة كينيا عايزة أعرف برضو رأيك في المشاكل اللي خارج إطار المستطيل الأخضر كيفية التعامل مع كابتن حسام البدري فيها مرده كان في مؤتمر صحفي يكلم على بعض النقاط لكن إجماليا شايف الأجواء حوالين منتخبنا يمكن خاصة بعد المباراة والنتيجة يعني النتيجة الغير متوقعة والأداء السيئة المنتخبين بصراحة يعني بسم الله الرحمن الرحيم الأول بالتأكيد يعني في الأول طبعا كابتن حسام البدري واحد من المدربين اللي لهم اسم كبير يعني في مصر وأكيد لما ترشح المنصب ده أكيد السيفي بتاعه كان يعني السيفي قوي طبعا كفاءة أنه مسك النادي الأهلي يعني هو عبو طلاط مع النادي الأهلي وهو جدير أكيد بالمنصب ده ولكن احنا لما هنتكلم فيه أكيد طبعا فيه بعض المشاكل الموجودة فيه منتخب مصر اللي محتاجة تتعدل وتتطور سواء داخل الملعب أو في قضة اللبس أولا قضة اللبس زي ما حضرتك تكلمت لازم أنت كنت من أول يوم يا جابتن حسام تحسم مشكلة الشارع إيه مشكلة؟ لأنت يعني عملنا أزمة من غير لازمة بمعنى أنا كنت مفروض من أول يوم يا جماعة أنا لو شايف يعني أنا وجهة نظري كان مثلا محمد صلاح مش بالأدمية ليه؟ لأن محمد صلاح براند في بعض المنتخبات اللي بيبقى أنت عندك نجم أوفر أو عن الفرق أو نجم اللي هو واحد من أفضل ثلاث لعبين في العالم فطبيعي أننا لما أدي له الشارع ده براند حتى لما يبقى عليه الشارع بيزود كمان من قيمة التسوية للمنتخب يعني طبيعي فحتى لو هو وجهة نظر تحسن من البداية من البداية سواء حتى محمد صلاح أو الأدمية مثلا الأحمد حجازي أو عمر السلية بعد كده أحمد حجازي تحسن من الأول يا جماعة أنا حد الشارع الكذا سواء اللي عايز ييجي ييجي اللي مش عايز خلاص يبقى محسوما طيب أنت مشايف أنك بتطير موضوع الشارع دي ما كانش الأول مناسب يعني مع توليه المسؤولية والكابتن حسام البدري بدأ يعني يتكلم على موضوع الشارع فأنت من رأيك أن الأمور من الأول خالص ما يجبش سيرة الشارع ما يجبش السيرة أو أبقى يعني أبقى أنا متكلم مع اللعيبة ما بينيهم خلاص قبل ما يجي ما بينيهم ما بينهم من غير ما سيروا الموضوع في الإعلام خالص فأهم من غير إما أنا متكلم في قضة اللبس أو حتى التليفونات حتى في التليفون بتتفي مع اللعيبة يا جماعة أنا متكلم كذا وبقول لهم ما بينيهم ما بينهم اللي مش عايز يجي خلاص أنا وجهة نظري كده أهلا وسهلا هتلاقي كل اللعيبة خلاص سكتت لكن أنت حطيت نفسك تحت ضغط وضغط الإعلام وضغط الميديا خاصة أن في صراحة كابتن حسام خسر كتير من جماهيريته في الفترة الأخيرة يعني هتحديدا مع النادي الأهلي مع يعني فدي برضه حطيته تحت ضغط شوية الناس بتقعد مثلا تسيب له أي حاجة يعملها تلاقي الناس بتتكلم عليها مرتب ومش عارف زاد مش عارف المكافأة إيه فاهم فده برضه ما ساعدوش قوي أنت بتحط نفسك تحت الضغط دي السيطرة على قضة اللبس دي من الأول خالص ده بالنسبة للحاجات اللي هي اللي بره الملعب تعالى بقى نتكلم على الفني الشغل الفني أنا مش معترض على الأسماء اللي بدأت المباراة في أي ممكن حد مثلا شايف أنني شايف مثلا تريزيجي مثلا أو أي اسم لكن أنا بتكلم على السيستم واسلوب اللعب أنا بصراحة في المباراة دي شايف أن منتخب مصر افتقط للشخصية منتخب مصر ما فيش طريقة لعب ما فيش يعني ما نتكلم أول نقطة أنا مش شايف قوام ثابت لكابتن حسام البادر المنتخب مصر دي أول مشكلة أنا دلوقتي أنا مسك المنتخب ومعايا جهاز فني لازم يكون عندي 11 اسم أساسي أنا عارفهم وابدأ أغير دي هو عنده زبزبة شوية أبدأ بحد شوية دي لازم يبقى أنا مستقر على قوام أساسي الحاجة التانية في التشكيل أنا أشك في النقطة دي برضو علشان برضو نتكلم بأمانة يعني دايما المنتخبات الفترات اللي بيتجمعوا فيها على فترات بعيدة مش فترات قريبة من رأيك عملية التزبيت دي ممكن تكون مشكلة لكن أنا مثلا يعني النهار دا مثلا وبعدين عندنا ان شاء الله مباراة على مستوى تصفيات كاس العالم في يونيو ففي فرق ثلاث شهور أو شهرين أنت مش شايف أن برضو كابتن حسين أحسن فترة لكل اللعيف في الفترة اللي بختار فيها يعني أفضل 11 اللعيف في الفترة دي بغض النظر عن التزبيت يعني ممكن جدا يكون على سبيل المثال مثلا أنني في فترات طويلة على مستوى الأرسنال ما كانش كويس حتى كان موجود في تركيا المستوى مزبسب شوية لكن كان بيجي لعب بالعكس حصل مع النيني النيني في أفضل فترات تقلقه مع الأرسنال عنده سيقة كبيرة جدا في نفسه لقينا الوضع مختلف مش المفروض أن أنا أحسن 11 في الفترة دي هو اللي أبدأ بيها في نقطة برضو تكملة الكلام حضرك ممكن تكون دي العزر الوحيد يعني في النقطة دي تحديدا لكن ما فيش عزر في الكلام الفني في العزر كقوان العزر الوحيد أنه برضو فترة كورونا هو خلت دوري يكمل فما عملش فترة ما قدرش أنه يجتمع مع العيبة أو يعمل معسكرات أعداد على فترات طويلة فدي برضو ليه نوعا ما نقدر نعزره أو نديله برضو العزر في الحتة دي وهو ليه كل الحق بصراحة وهو كان كمان عشان برضو نديله حقه كان مفروض فيه معسكره أجندة دولية في أكتوبر هو استغنع عنها بس حول الحديقة برضو على حاجة كابتن هاني ده آه عزر بس برضو أنت نجوم أنت محمد صلاح أنت تريزيجي أنت مصطفى محمد أنت لو عدت معاللة المباراة وحفظته الطريقة هيطبقها يعني أنت بتتعامل مع نجوم مش بتتعامل مع فرق يعني لعيبة قليلة يعني أنت دلوقتي عندك لعيبة مش موجودة قبل كده في مصر سؤال صريح كده إيه اللي خلى شكلنا بهذا الأداء والنتيجة أعطاكم النتيجة يعني نتيجة هي إيجابية لوصولنا لكن سلبية على مستوى المشكلة كانت في استخدام أسلوب كابتن حسام البدري في الضغط أولا إحنا افتقدنا الشخصية أنت الماتش ساعدك وجبت هدف مبكر تمام؟ جبت هدف مبكر مفروض أضغط ضغط عالي شخصية منتخب مصر أولا ما كانش فيه ضغط خالص الأربعة اللي قدام أنا ما شفت السياسة الضغط لازم كابتن حسام يوضح لنا سياسة الضغط إيه في الماتشات الجاية أنا منتخب مصر أنا بلعب معلش مع احترامي للمنتخبات أنا أعلم منهم بكتير سواء كينيا سواء توجو سواء جزر الأمر أفروض أنزل من أول دقيقة أعمل ضغط عالي يعني ما كانش فيه ضغط عالي فده بالتالي أنا بلعب ضغط منخفض بعد ما إيه اللي خليك ترجع إيه اللي خليك تتراجع بعد ما أنت كسبان بعد ما أنت متقدم ده إحنا قلنا هنكسب أربعة خمسة تكونت تدوس عليهم مش تدخلهم الجيم السبب الأساسي أنت دخلتهم الجيم دي المشكلة الأساسية الحاجة الثانية زي ما قلت الحاجة ما فيش أسلوب ضغط واضح ما فيش يعني إحنا مثلا مع كوبر كنا أسلوبنا معروف فيه سياسة إيه اللي هو أنا بلعب دفاع في وسط ملعابي يدفاع منطقة وبلعب على الهجمات المرتدة من خلال إن أنا بمرر اللي صلاح أو بمرر اللي ترزجي ده أسلوب فكري راجل دفاعي أنا مع كابتن حسام البدري في المباراة الأخيرة إحنا ما هاجمناش ولا دفعنا صحيح ده بسبب إيه بسبب غياب الضغط ما دغطتش ضغط عالي وبالتالي إنت ما كانش فيه سرعة استرجع للكورة طب كان فكر كابتن حسام البدري إيه في المباراة ما كانش واضح بسرعة هو كان نوعا ما فكره إن أنا حلعب أربعة اتنين تلاتة واحد حرجع في الحالة الدفاعية محمد مجدي أفشا يرجع كارتكاس ثالث مع طريق حامد وحمدي فاتحي فالطريقة تتحول أربعة واحد أربعة واحد تعال حرجع نشوف الحالات الفنية أول حالة معنا لو استعرضنا الحالات هنشوف إزاي غياب الضغط بتاع منتخب مصر وده اللي خلنا نفكت شخصيتنا ده الكلام بقى اللي نقدر نقول عليه ده اللي دخل بري كينيا المباراة ده اللي دخلهم للمباراة ده السبب الفعلي لكن أنت تقدر تعدي لكابتن حسام في الفترة الجاية لأنه هو مدرب طبعا صاحب بصمة كبيرة وصاحب إمكانيات كبيرة يعني أربعة أدي طريقة أولا ده أولا دي الصورة الضغط احنا بنعمل ضغط فين ما بنعملش ضغط عالي وده أنا مش شايف إن ده اسلوب منتخب مصر اسلوب منتخب مصر لازم يضغط على الدفاع وحرس المارض طبعا الصورة دي انت حضاك بتتكلم برضا السادة المشاهدين يفهموا ده اللي واقف على خط النص ده أعتقد مصطفى محمد مصطفى محمد فأولا لازم يكون الضغط الضغط العالي إن مصطفى محمد يقابل مش عند خط النص يقابل من عند الدائرة يقابل من هنا يقابل من الاتنين المساكين يقابل من عند حرس المارض وبالتالي كمان صلاحي يبقى متقدم شوية لكن ده اسلوب إن أنا بلعب اربعة اتنين تلاتة واحد بتتحول ليه اربعة واحد اربعة واحد في الحالة الدفاعية ازاي بسقوط قفشة وحمدي فتحي ووراهم مين طريق حامد ده هو اللي مش باين في الصورة يبقى مش باين في الصورة اللي هو اربعة واحد اربعة واحد ده كان فكرة كابتن حسين بس ده مش اسلوب منتخب مصر اسلوب منتخب مصر إن أنا أضغط ضغط عالي واسترجع الكرة بسرعة خاصة إننا مبلعبش المغرب مبلعبش الجزاير مبلعبش تونس مبلعبش كود افور مبلعبش نايجيريا تمام مبلعبش مستوى اللي هو أول خامسة في أفريقيا مثلا أنت بتلاعب فراء قال جدا انك حتى لو لعبت اربعة واحد اربعة واحد ان ما يكونش فيه مساحات ما بين خط الضهر وخط النص لكن ده ظهر كمان يعني احنا الصورة دي بتدل ان احنا متراجعين بدون لازمة يعني التراجع لغاية نص الملعب ده مش مكتوب والحاجة التانية كمان اسلوب بناء الهجمة بتاعه هو كان كابتن حسان بيعتمد على ايه اسلوب مش اسلوب لعب منتخب مصر ان انا هلعب التمريرات الطولية انا منتخب مصر بيلعب زي النادي الاهلي تمريرات قصيرة واستحواز لكن هو هو ممكن يكون فكره ان انا عندي مصطفى محمد مميز في الالتحامات ولكن انت مستغلتش مستو في الالتحامات ليه لان الكرة التانية اصلا ما كانتش بتاعتنا صحيح عشان نتيجة ايه نتيجة المساحات الموجودة الكتير جدا ما بين وسط الملعب وما بين المهاجم صحيح وده بسبب ايه برضو بسبب غياب الضغط يعني الخطوط متراجعة يعني يعني متبعدة ليه لان انا ما بعملش ضغط عالي انا لو هلعب تمرير طولي مفروض انا مسلا الكرة هتقع من عند مصطفى محمد الكرة التانية انا بضغط قدام لازم صحيح فدي دي اول مشكلة ان انا ما عنديش سياسة ضغط واضحة لكابتون حسام الحاجة التانية المساحات الفجوات الكبيرة جدا احنا ما كانش لنا اسلوب لا اندفاعي ولا هجومي بسبب الكلام ده بسبب غياب الضغط ده ده الشكل الواضح بس الحالة اللي بعد كده نخش في الحالة التانية ده بص ده حداك افشهو بيرجع يدافع في الحالة الدفاعية برضو كارتكاس تالت افشه برضو واحد من المكاسب في الفترة الاخيرة سوال النادي الاهلي اول منتخب مصر بالفعل اكتسبنا صانع علعاب مميز الحالة اللي بعدها بص حداك دي بقى المشكلة التانية اللي هي ايه انا مش عارف استغل الكدرات اللي عندي محمد صلاح ظهر بشكل سيء ترزيجية ظهر بشكل سيء مصطفى محمد ظهر بشكل سيء بسبب ايه بسبب ان انا مش عارف استغلهم هنا محمد صلاح الدور الدفاعي ممش ما بيدافع محمد صلاح فين وبص الجناح ده فين الطبيعي دي المشكلة الاساسية لمنتخب مصر في الماتش ده ان محمد صلاح انا مش مش مدي له ما بيرجعش يدافع او مش مدي له ادوار دفاعية بس دوت خلي بالك برضو يعني عدم نظام مش هنقول لمحمد صلاح في وسط الملعب شوية لو انت اي التعليمات لمحمد صلاح خليك معلق قدام عشان لما ناخد الكرة نطلع عليك فمحمد صلاح اخر لكن الشكل الدفاعي الطبيعي جدا ان اللي بيحل محل محمد صلاح في اللقطة الازاية واحد من الاتنين لكن هنبص لان هو بيلعب بتلاتة ارتكاز افشا بينزل افشا حينزل وطريق حامد في النص بالزبط لازم واحد يكون مغطي الحطة اللي ورا انا مش مدي تعليم فده انت انت النهاردة محمد هاني بيروح عليه اتنين بالزبط فانت محمد هاني مظلوم انه ان محمد صلاح مش هيرجع وانا مش مدي له تعليمات بكده او هو ما بيرجعش فدي دي كانت مشكلة طب انا انا احل ايه الحل بتاع الموضوع ده ايه حجم الاتنين يا اما دخل محمد صلاح في العمكة كمهاجم تاني وابعده خالص عن الطرف ليه لان هو مش هيرجع يدافع انا عايزة برضو وجود محمد صلاح في الملعب ده واحد من اهم اللاعبة في العالم لازم يبقى متواجد قدام في العمكة مدلوش تعليمات دفاعية يا اما الحل التاني يعني مسلا نلعب اربعة اربعة اتنين ومحمد صلاح ومصطفى محمد مهاجم تاني يا اما اربعة تلاتة تلاتة صحيح بوجود تلاتة ارتكاز زي طريقته مع ليفربول بيبقى محمي بوجود تلاتة ارتكاز ويش حدينه تعليمات دفاعية لو حتى لو هيدافع هيدافع عشرة في المية يعني انت كان ممكن الدور برضو يبقى نفس التشكيل هو هو لكن الادور تختلف بمعنى انه بدلا ما بتلعب اتنين ارتكاز تلعب بواحد وقدامهم اتنين يبقى مثلا لو مثلا طريق حامد والنن مثلا يعني نتكلم على التشكيل دوت كان يبقى مثلا طريق حامد على يمينه حمد فتحي وعلى شماله افشا اه وفي نفس الوقت يبقى بتلعب بتلاتة ارتكاز صريحة بالزبط دي ويبقى محمد صلاح انت بمتديله تعليمات هجومية اكتر فانت كده حاميته حاميته فدي دي النقط انت كده وكان يعني انت لما بدأت مثلا بتشكيل اي مدرب طبيعي ان هو مثلا يبدأ او يكونش موفق مفروض الشيط التاني عدل يعني انا شفت ان مسلا محمد صلاح ادي نهات السورة اللي بعدها والحالة اللي بعدها هتلاقي نفس المشكلة برضه اه هي نفس الكلام بالزبط نفس المشكلة برضه محمد صلاح واقف قدامه وما فيش ده الواحد ومحمد هني برضه الواحده طب انا لما شوف كده مفروض اعمل ايه ما بين الشطين ادخل محمد صلاح للعمق مثلا وانزل مثلا جناح يمين هوة ودي افشة جناح يمين ما هو بيلعبها ملعبها في المطش الاخير قدام فيتا كلوب وجابجون هناك لما لعب جناح يمين. اذا في حلول كتير انا كنت ممكن اعملها في المباراة دي. اوكي. المشكلة دي مشكلة تانية. اللي هتواجه مصر برضو في المباراة الاتقل. لكل الفرقة لما تتفرج هيعرفوا ان محمد صلاح مش بيرجع يدافع. محمد هاني بيبقى لوحده. انا طبيعي ان انا هحط جناح شمال قوي. واخلي الباكي يطير في ظهره. يعني مسلا منتخب تونس لو طايا علي معلول هيقدر يستغل المساحات دي. طبعا. فانا فانا بالتالي هل لازم كابتن حسام يطور الطريقة في الفترة الجال كده? هل انا الطريقة دي مناسبة? طب انا لازم استغل لمحمد صلاح. العب اربعة اربعة اتنين احسن. وحط محمد صلاح مع مصطفى محمد او محمد شريف? ولا العب اربعة تلاتة تلاتة? هو الطبيعي اللي هو عايز اه لو عايز صلاح يعني توفر مجهود محمد صلاح للنواحي اللجمية. اعتقد اربعة تلاتة تلاتة هي الانسب لمحمد صلاح. والامكانيات محمد صلاح هي الفكرة تطبيق التلاتة اللي في نص الملعب هل تطبيق هيكون مثالي? يعني احنا احنا متعودين في مصر دايما بيبقى في بلاي ميكر في عشرة. فهل على مستوى المنتخب ممكن نستجنع عن عشرة او توظيف عشرة يبقى دابل بوزيشن بيلعب عشرة بيلعب في نفس الوقت تمانية. فهو ده الصحيح. احنا عندنا النني وعندنا عمرو السلية. وعندنا حمد فاتحي بيلعبه تمانية. او افشا بيلعب تمانية. صحيح. صحيح. واللي بيلعب ستة طريق حامد ودنجة. مزبوط. في بيرامد. فانت عندك وفرة في الحتة دي. تمام. يا اما لو مش عايز اربعة اربعة اتنين ويبقى محمد صلاح يدخل في العمق جنب مصطفى محمد. انا كده ما قدرتش اوزه. عشان كده محمد صلاح ما قدرتش اوزفه. توظيف محمد صلاح برضو. الفترة الجاية محتاج شغل من كابتن عسام البادري. نخش في الصورة برضو اللي بعدها. دي نفس الفكرة. بصوا حدوك ده الباك الشمال طاير. محمد صلاح مش موجود. طريق حامد بيحاول يرحل شوية. اه بالزبط. هو كان يعني ده طبيعي كان لازم يعرف يعني دي يمكن صورة اه مقبولة الى حد كبير. اه انما طريق حامد بيحاول بس باردو الباك بيرفع الواحده خالص والكرة دي كانت يعني بيرفع الواحده. اه محمد هاني برضو الواحده. طريق حامد بيحاول يرحل. مفروض افشا هيرجع هناك ارتكاز تالت هناك. وتبقى تلاتة فوسط الملعب. فدي برضو دي انا شايف ان دي مشكلة من واحدة من المشاكل الكبرى اللي لازم كابتن عسامي اللي قالها حل في الفترة الجاية اللي هي حتة الجبهة اليمين في منتخب مصر. وهل محمد صلاح? طب مش هيرجع يدافع. طب انا هتصرف ازاي? احطه في العمق. ولا العب تلاتة ارتكاز. الحاجة التانية برضو هو مصطفى محمد ما ظهرش بشكل كويس. ليه? مصطفى محمد مميز في العرضيات. في استقبل الراسة. وما فيش اصلا عرضيات. وكمان الفكرة برضو ان لو لو اهتميت بموضوع العرضيات انك لازم طبيعي جدا ترزجي بيخش الجوه. اه. ما بيرفعش بشماله. صح. على الجانب الاخر محمد صلاح بطبيعة انه هو حتى لما بيستلم بيخش الجوه. اه. لكن هتعتمد على الكرصات من خلال الاجناب. من خلال البكات. اذا كان محمد هاني او لو من ناحية الشمال كان ساعتها احمد ايمن. بس ما وصلوش للدرجة ان هم يعملوا اربع خمس كرصات يعني. ما الكلام ده برضو من الاول. لو رجعنا من الاول. طب انت لو كنت ضغط ضغط عالي. ولعبت استحواز. وتمريرات قصيرة. وقدرت ان انت تخلي الزهرين يتقدموا. وعكيد كنت هتشوف مصطفى محمد بشكل احسن من كده. اي. ومحمد صلاح بشكل احسن من كده. يعني دي وبردو المشكلة دي لازم تتحلل يا ناحية اليمين. الصورة اللي بعدها برضو لو جبنا بقية الحلاة. الصورة اللي بعدها هنلاقي برضو. ده يمكن ده دور محمد مجدي افشا. اه. في الفترة الاخيرة محمد مجدي افشا بيقدم اداء. ومسته في التسجيل برا الارض. يعني هو سجل في المباراة دي. مباراة كينيا. مباراة توجو. حتى مع النادي الاهل سجل في فيتا كلوب ببرا. سجل برضو في نادي الزمالك في مباراة النهائي. سجل في المريخي السوداني. سجل في الوداد في المغرب. فدي شخصية لعب كبير ان هو بيسجل برا الارض دي. شخصية لعب. اعتقد ان احنا كسبنا في الفترة الاخيرة. صنع علعاب كده. نتمنى ان من افشا اهم حاجة الاستمرارية. اهم حاجة الاستمرارية. ما ينفعش ان انت يعني مثلا تستمر او تعيش على جون بس. لا. لازم اكمل. دي مهمة الاستمرارية دي اللي بتفرق. بتفرق. في بعض الناس قالوا تراجع مستوى المنتخب في مباراة كينيا نتيجة الرباع الامامي. ان الرباع الامامي بما فيهم افشا كمان. الناس ما شفيتش افشا او ان هو بيرجع. احنا جبنا كزا صورة ان افشا بقدر امكان بيحاول يرجع. وخلي بالك ان افشا يرجع من بوزيس عشر. ان يغطي على الباكين. ده مشوار كبير جدا. وطويل جدا. الطبيعي ان هو ينزل لنص الملعب مع مع رقم ستة بتاع كينيا. لكن خلينا نتكلم هل انت مع الرؤية فعلا ان الرباعي ازا كانت ريزيجيه محمد صلاح افشا مصطفى محمد كان ادوارهم غيبة بشكل كبير. الادوار الدفاعية بشكل كبير. ده اللي ادى تفوق المنتخب الكيني? هو الرباعي ظهروا بشكل. هو مين اللي كان نجمع? هو ما ينفعش اصلا المباراة باللعب كينيا او باللعب جزر الامر. ويكون رجلو المباراة محمود الوينش او الشناوي. الحاجة التانية ما ينفعش ان انا كون بلعب مثلا كينيا او جزر الامر او توجو. وتبقى محاولاتي الصحيحة على المرمى واحدة بس. ده احنا منتخب مصر. واحدة بس. ومباراة انا كسبان فيها او متقدم فيها بهدف. دي يعني دي دي رقمين يعني ما ينفعش ان رجلو المباراة يكون مدافع او حرس مرمى اونا بلعب فرق قال لي مني بكتير. ما ينفعش ان انا روح محاولة واحدة بس صح. ما نظلمش الاربعة اللي قدام. لما يبقوا الاربعة اللي قدام انا بقول عليهم وحشين. اكيد العب مش من منهم. اكيد اكيد في مشكلة تكتيكية معينة انا مش عارف استغلهم. والسبب الاساسي ان غياب الضغط. ما فيش ضغط. ما فيش الاسلوب لعب معين. انا عايز اشوف هل انت حتدافع ولا هتهاجم. هل انا مثلا ككابتن حسان بدري. هعمل زهيكتور كوبر هدافع? هلعب مثلا على الهجمة المرتدة وهدافع? لا. مثلا. او هلعب مثلا على الاستحواز? وحامل تمريرات قصيرة? وحبدأ استغل المهاجم الوهمي مثلا. فكرة برضو محمد شريف ممكن يكون لي دور مهم جدا في بعض طرق اللعب. حجي لك ورؤيتك لمباراة جزر القمر. وايه اللي ممكن يعمله الكابتن حسام البدري عشان يحسن كل اللي بتقول عليه ده? يعني انت الوقت اقتصارا انت شايف ان مباراة كينيا كان فيها الشكل التكتيكي غير مناسب. طبعا. لقد من محمد صلاح. يعني ما كانش فيه سببورت لمحمد صلاح. ولا المصطفى محمد. ولا المصطفى محمد. ولا تريزيجي. ولا تريزيجي. التلاتة اللي بلعبوا قدام نتيجة ان احنا شوية مفيش ضغط من قدام. الواجبات الدفاعية كانت غير مفهومة بالنسبة لمحمد صلاح وتريزيجي ده ادى لتفوق كينيا. طيب على الجزء الاخر الحلول اللي انت شايفها. يعني انت خلاص مباراة كينيا عدت. يمكن خدنا الهدف منها الوصول لأمم أفريقيا. انت شايف من وجهة الجزائر زي المغرب زي تونس. الشكل الافضل لمنتخب مصر. تغيير طريقة اللعب. ولا آآ ندي نفس الطريقة اللعب مع تغيير وظائف اللعبة او المهمات اللي يعني بيسندها المدير الفني للعيبة. انا شايف ان الفترة الجاية لازم اجرب اسلوب الضغط العالي. بنفس الطريقة. اربعة اين تلاتة واحد. اجربها في ماتش مثلا بكرة. اكلف محمد صلاح ان انا هضغط ضغط عالي. هشوف في نفس الوقت. انا اقدر اا استغل سرعة استردادة الكورة. دي نقطة مهمة جدا باستخلام الضغط العالي. سواء محمد صلاح. سواء افشا. سواء تريزي جيه. سواء مصطفى محمد. اه ده ردي محمد شريف برضو. محمد شريف مستو عن مصطفى محمد في حاجة. مصطفى محمد مستو كلها في الكورة العالية. ان انا لو حلعب تمرير طولي والكورة التانية وهعمل له عرضيات. هتلاقي مصطفى محمد بيظهر بشكل كويس جدا. عامل زي كوكا بالزبط. ما كوكا كده برضو. نفس النوعية. كوكا برضو كان بيجي المنتخب ويش بيبان بشكل كويس. ليه? لانه ما كانش فيه عرضيات في نفس الوقت. هو عايز عرضيات. الحاجة التانية ان الكورة التانية عندنا كانت قليلة ان انت بتستخدمش اسلوب الضغط العالي. اسلوب الضغط العالي ده بيعمله النادي الاهلي. بيعمله النادي الاهلي. وانت بتهاجم على اطول النادي الاهلي. عشان كده مهاجم زي مسلا مصطفى محمد او كوكا لو في النادي الاهلي هتلاقي اهدافه عالية جدا. ليه? لان عرضيات بالهبل وضغط عالي وكده فهيبان اكتر. لكن مهاجم زي محمد شريف في المباراة دي. اللي هي مسلا لو افترضنا ان احنا غيرنا طريقة اللعب الاربعة تلاتة تلاتة. مسلا هتلاقي محمد شريف يبان اكتر. ليه? لان محمد شريف مميز عن مصطفى محمد في حتة انهو يسقط للخلف ويفتح مساحات اللي جاي من وراء. اسلوب اللعب بقى هيخلي لعبك متعة اكتر. زي اجاية مسلا في النادي الاهلي لما بيلعب راس حربة تلاقي النادي الاهلي بيلعب متعة. لان ده لعيب زاكي. بيعرف ينزل يسقط لتحت. يفتح مساحات لزميله. ده نوعية تانية خالص غير مصطفى محمد وغير كوكا وغير مروان محسن. دول كلهم نفس النوعية. اننا هلعب تمرير طولي. لكن كابتن حسام البدري كان فكره في مباراة كينيا ان انا هعمل تمرير طولي على مصطفى محمد. لا لازم بكرة. انا شايف حتة التمريرات الطولية دي لازم تتلغي. لازم يجب. لازم اعمل رقم واحد ضغط عالي. من اول دقيقة. هم عندهم غيابات. عندهم الفارو بن محمد. طب يدينا شوية برضو شوية يعني معلومات كده عن جزر الكمر. خاصة جزر الكمر كمان اعتقد الاول مرة توصل. اه اول مرة. اول مرة. اول مرة توصل. احنا يعني يمكن يبقى فيه سابع لو مورتانيا كسبت افريقيا الوسطى. اليوم الحد هيبقوا سبع منتخبات. فهم حتى الان ست منتخبات. ست منتخبات عربية صحيح. اه فدي ده رقم قياسي ما حصلش. البطولة الاخيرة اللي كانت في مصر كان خمسة. البطولة دي ستة. وممكن يكونوا سبعة. يعني لو وصلت. فده رقم قياسي طبعا. بالنسبة لك مفاجأة خروج جنوب افريقيا نارضة على يدي السودان بهزيمة 2.0. طبعا. مبروك الاول نسخة اللي كانت في غينيا والجابون دي. يمكن بقالهم حوالي عشر سنين ما تأهلوش لكاس الامم. الف مبروك ليهم. وهم على فكرة برضو خادوا كاس الامم سنة 1970. واخروا وصلوا نهاية مرتين. فالسودان طبعا. السبعينات من المنتخبات القوية. لكن منتخب جنوب افريقيا منتخب قوي. يعني فيه لعيبة تقيلة بيرسي تاوز. يعني لعيبة لعيبة تقيلة وبردو نصهم كمان فيه لعيبة كتير من صنداونز. صحيح. وصنداونز ماشي بشكل كويس جدا. اعتقد ان مشكلة جنوب افريقيا في المدرب. المدرب بتاعهم محتاج ان هو يعني لو غيروه. اعتقد ان قدراتهم هتبان بشكل اكتر. ولكن طبعا مفاجأة كبيرة وصول السودان على حساب جنوب افريقيا. خاصة ان مجموعتهم كانت مجموعة نارية يعني. ولكن بالتأكيد وصول السودان يعني لازم نبرك لهم طبعا. ونبرك لكل الفرقة العربية. صحيح. صحيح. يعني ده حاجة يعني تخترم يعني. طب جزر القمر بقى. كلمنا شوية عن جزر القمر. آآ النقاط الضعف النقاط القوة. احنا عارفين طبعا عندهم. ممكن انت قلتلي يا بل هو المهاجم والهداف بتاعهم يمكن مش هيشارك في المباراة. الهداف بتاعهم والمدافع. اللي هو الفردو بن محمد ده المهاجم. ده اعلى واحد فيهم في الفرقة وهو الاعلى قيمة تسويقية محترف ريد ستار السربي. قيمته التسويقية اتنين مليون وسبعة من عشرة مليون يورو. صاحب واحد وثلاثين سنة. يمكن هو سافر. السربيا مش هلعب معهم. المدافع بتاعهم رقم اربعة اللي هو زهاري برضو مصاب. دول الغيابين اللي هم عن اخر مباراة. هم دايما بيلعبوا مع المدرب بتاعهم امير عبدو بيلعبوا اربعة اربعة اتنين. اسلوب اللعبهم. ممكن بكرة تبقى تلاتة ارتكاز. بنسبة كبيرة. يعني اربعة تلاتة تلاتة. اربعة بس هو عنده لعيبة. يعني اللعيب اللي هو قائد نوتينجهان فورست اللي هو فؤاد بشير ورقم تمانية. ده لعيب واحد من افضل اللعيبة عنده. ملعبوش الماتش اللي فات. فحيعوز يديله في ماتش زي ده. اه. وخاصة كمان مع جياب راس الحربة. اللي هو الفاردو بن محمد مش موجود. فالاحتمالية دي لو لو حسبناها كده. فممكن اللي هو يدخل. فؤاد ده ارتكاز مكان المهاجم فتبقى اربعة تلاتة تلاتة. اه يعني يكون راس حربة. اه تلاتة. او لو 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 لعب عادي بطريته المعتدر اربعة اربعة اتنين. يعني هو طبعا في حرصة المرمى لان نستعرض التشكيل. علي احمدا. ده عنده اربعة وشرين مبارادة ولية. عنده تسعة وشرين سنة. الاتنين المساكين المتوقعين بكرة. نجيم عبدو ده قائد الفرق قدامنا التشكيل. على الشاشة اهو ما هو من هنا. اللي هو رقم تلاتة وعشرين ده حرص المرمى اللي هو علي احمدا. لاتنين المساكين نجيم عبدو eso او جيمي عبدو بالعربية ده بلعب بالدرجة الرابعة في فرنسا ده الكابتن رقم ستا. اه رقم ستا اه. اه ورقم اتناشر اللي هو قاسم آآ رقم اتناشر الباك يمين بنجالود يوسف رقم اه رقم خمستاشر بلعب في الدرجة التالتة ففرنسا هم اغلبهم في الدرجة التالتة ففرنسا يعني. آآ سعيد بكاري بلعب في الدرجة انجامة دوت رقم عشرة واحد من احسن اللعيبة في الفرقة ومتخصص في تزديد الضربات السابتة لعيب يعني نحاول نقلل للضربات السابتة حوالين منطقة الجزاء لانه هو مميز جدا. ده اللعيب ارتكاز ولا عبس عشرة? اللعيب ارتكاز اوه هو اصلا يعني اعتبر صنع على العب. صنع على العب. بس هو بيلعب في الحتة دي لعيب هجومي اكتر. لو لو لعبوا بتلاتة ارتكاز بكرة هيدخل فؤاد بشيرو معهم. يقول له هو رقم تمانية اللي هو بيلعب في نوتينج هام فورست. فيبقى فؤاد بشيرو مع يوسف ورافديني. التلاتة ارتكاز. اللي قدام بقى طبعا فايز سليماني ده رقم سبعة ده لعيب حريف جدا وعمل مباراة كبيرة جدا في المباراة اللي هناك على محمد هاني. كان نجم المباراة. رقم سبعة. فايز سليماني بيلعب في الدوري البلجيكي. الناحية التانية الجناح التاني اللي هو اسمه فايز ده ورده عنده عشرين سنة. وده بيعتبرون ان هو يعني لعب صعد مميز قوي في جزر الامر. بيلعب في الدرجة الاولى في فرنسا. الاتنين المهاجمين ابراهيم يوسف بيلعب في الدوري الموريتاني. ده اللي هو غالبا هيبدأ لو بدأ باتنين رأس حربة مكان مين? مكان الفاردو بن محمد. اوكي. والمهاجم التاني اللي هو احمد مغني اللي هو تسعة عشرين سنة رقم عشرين بيلعب فيه الدرجة التالتة في فرنسا. ابرز لعيبة في الفرقة دي في التشكيلة بكرة. رقم عشرة. اللي هو يوسف مشنجامل اللي هو المتخصص في لعب. يعني المتخصص في لعب الضربات السابتة. ومعنا برضو ارقامه هنستعرضها. ورقم سبعة اللي هو فايز سليمان اللي هو الجناح الخطير جدا. اللي هو رقم سبعة. دول اهم اتنين لعيبة بكرة. ده ده بيلعب برجليش مال. رقم سبعة. اليمين. يبقى بيخش على جوه يعني. نحية هاني. نحية محمد هاني. اه. هو بيلعب الاتنين بس هو اكتر نحية محمد هاني. لو استعرضنا برضو مشوار الجزر الامر في التصفيات. حلاه ان هم لعبوا خمس مباريات. خلي بالك برضو نتائجه نتائجه على مستوى يعني لو احنا اللي وقت بنقرأ القرعة لسه بنقول. مستحيل احنا نقول. مستحيل انها توصل. يعني بتتكلم على مصر وتوجو. لكن مبارياتهم ونتائجهم اعتقد مفاجأة. مفاجأة للجميع. الفكرة هو فيه فيه عشر منتخبات في في التصفيات ما خسروش. عشر منتخبات منهم جزر الامر. العشرة مين مصر وتونس والجزائر والمغرب وبركينافسو ونيجيريا والسنغال وجزر الامر وغينيا وكابت فيردي. يعني العشرة دول فلما يبقى منهم الجزر الامر اكيد فرقة اتطورت بشكل كويس. ارقامهم ملاعب وخمس مباريات في التصفيات. كسبوا مطشين. ما خسروش ولا مطش. ده رقم يعني اكيد كويس. اتعدلوا ثلاثة. اخرزوا اربع اهداف بس. بس هو لعب تجاري. ان انا بكسب. ادروا ان هما يسعدوا. يعني اربع اهداف في خمس مباريات. عليه دخلت شباكه هدفين. يعني عندهم يعتبر نقدر نقول قوة دفاعية. عكس مسلا لو انت كنت ارينا الارقام دي قبل القرى ان اقول ان ايه. ان هما مسلا هيدخل فيهم خمسة في المطش الواحد ستة. اه حصلت المجموعة. صحيح. انت لما يدخل فيهم هدفين بس في خمس مباريات. ده رقم كواس جدا يعني. برضو نستعرض المعدل العام بتاعهم. يعني النسبة الاستحواز قد ايه? الاستحوازهم مش كبير. ما بيلعبوش على الاستحواز هما بيلعبوا اسلوب التمرير الطولي. اه يعني هو بيعني يعني بكرة طويلة بيحطوا كرة تانية ويبدأوا يعملوا مهمة جدا. الكرة الطولية اللي هو ستة واربعين في المية الاستحواز. قدامنا الارقام على الشاشة. معدل التمريرات برضو مش كتير. بيعملوا تلتمية اربعة واربعين تمريرة بس. يعني رقم منهم متين اربعة وسبعين صحة في المطش. التمريرات الطولية كان في المطش بقى ستة وتلاتين تمريرة طولية. يعني اسلوب لعب مباشر. مباشر طبعا. فلازم الاتنين المساكين والطريق او اي حد هيبدأ في حتة الارتكاز لازم يراعي الكرة التانية تحديدة. اهي. دي نقطة مهمة جدا. معدل المحاولات بيعملوا سبع محاولات. رقم برضو يعني مش وحش بالنسبة لهم. معدل العرضيات سبعة في المطش الواحد. معدل الالتحامات تمانية وستين التحام كسبوه من مية خمسة واربعين. فده برضو بيأكد ان هم منتخب على المستوى البدني قوي. مش مش وحش يعني. دايما بنتكلم على لما بنتكلم على المنتخبات الافريقية خاصة المستوى التاني والتالت. دايما يقول لك حراسة المرمى والسردباكين عندهم مشكلة. دايما نقول ان يمكن مميزين مسلا بسرعات في قدام. عندهم راس حربة. اه. الاتنين الديفندر اه مهاريين مش مهاريين اوي لكن عندهم قوة وعندهم شون. الفرقة اتغيرت. الفرقة اتغيرت. في الكلام اللي قلت دوت على جزر القملة. الفرقة اتغيرت افريقيا زمان فعلا كنا نقول مسلا الاتنين بطاق. الحارس مثلا اه الحارس تلاقي. اه اه. كان يقولوا زمان الكرة سخنة. بس اه. فاهم الكرة تقع من ايده كده. يعني تحس ان هو ايه. لا افريقيا اتطورت بشكل كبير. لما تشوف مثلا جزر القمر بتسعد اه. موريتانيا بقت بتدخل في كاس الامم. الفرقة الافريقية اتغيرت. افريقيا اتغيرت بشكل كبير جدا. نسبة لجزر القمر لا. هو فرقة طبعا عن مستوى الدفاع الاتنين المساكين. اغلب الاهداف اللي بتيجي فيهم من كرات عرضية. من مشاكل في العمق. يعني الماتشين اللي شفتهم ليهم. محاولات على اللي وانت قلت لي سبع رقم مش قليل. وخاصة لو قرناه بمصر على مستوى منتخب مصر. تسعة. تسعة. اه. تسعة محاولات في المباراة الوحدة. وده يعتبر باسم مصر رقم قليل. قليل طبعا. ارقام منتخب مصر المعدل العام فيها قليل. ده اللي كنت بقول لحدك ما فيش اسلوب لعب واضح لنا في المنتخب. يعني لما استعرضنا. لو استعرضنا ارقام منتخب مصر. نحب برضو ايه. يعني ارقام منتخب مصر تدينا برضو انتباع. واحنا يعني عايزين دايما الاحسن. وان شاء الله انا متوقع بازن الله بكرة على مستوى النتيجة. وعلى مستوى الاداء نقول افضل كتير. لكن. طبعا. هنقش كمان معاك يمكن كمان على المستقبل القريب. نتكلم على تصفيات كاس العالم. هنتكلم على دوت لان انت. نقطة مهمة جدا. نقطة مهمة والناس مش شايفة. نشوخ ده دي دي هتفرق معنا في ايه. انت انت عندك في المجموعة. ليبيا والجابون وانجولا. ليبيا منتخب كويس جدا. يعني فيها مسلا حمد الهوني. اللي هو لعيب التراجي. فيها مؤيد اللافي. صنع علعاب الوداد المغربي. فيها نيس سلطو. المهاجم اللي كان بلعب في أهلي طرابلس. فيها سند الورفالي. مدافع الرجاء المغربي. فانت بتتكلم ان ليبيا اسماء قوية جدا. وبدأوا يرجعوا على ملعبهم. فده برضو هتديهم. هو هيلعبوا على الملعب غير اللي اللي اللعبوا عليه. اخر مباراة. اللي هو الملعب الرئيسي بتاعهم لما يجوا يلعبونا. فليبيا بتتطور. وليبيا فيها لعبك كويسة جدا. ده بالنسبة لليبيا. تعالى للجابون. عندهم التلاتة اللي قدام حاجة رهيب. منتخب الجابون يعتبر اقوى منتخب معنا في المجموعة. التلاتة اللي قدام سواء بوبانجا اوبما يانج. التلاتة اللي قدام في المنتهر. يعني اتفرجت على الماتش الاخير. كور ايه. سراعة. تلاتة سراعة رهاب. يعني من اليمين ومن الشمال. منتخب قوي جدا. منتخب الجابون. ده منتخب صاعي. يعني منتخب جاي. فده اللي بكلمك عليه. يمكن احنا مشغولين شوية بعملية كينيا. الاداء كان وحش. طب هنعمل ليه مع جزر القمر. كل ده. ده كل ده مقدور عليه. احنا كده كده وصلنا امم افريقيا. في امم افريقيا اكيد حسابات تختلف تماما بالاسماء المنتخبات اللي وصلت اكيد هتبقى بطولة قوية جدا جدا. لكن عايزة ناقش معك بالتفصيل شوية عملية كمان كاس العالم. تصفيات كاس العالم. مشوار كاس العالم. اه. شكل التصفيات يمكن. اه. في مصر ما بنحبهاش او اه. شكل التصفيات ده. هنناقش كل دوت مع الدكتور احمد سابت. بس بعد القصة. اهلا بحضراتكم مرة تانية. برحب بحضراتكم. برحب بدفنا. دكتور احمد سابت. احمد كنا بنتكلم قبل الفاصل على شكل تصفيات كاس العالم. اه احنا مشغولين بالتأهل. لو ما افريقيا الحمد لله تأهلنا. مشغولين بالاداء والنتيجة وجزر القمر. لكن كمان على مستوى كمان احنا تقريبا في شهر يونيو هنبدأ اول مباراة. او اول مشوارنا بتصفيات كاس العالم. شايف ازاي مشوارنا. وعايزين نعكس دوت على ايه اللي لازم يحصل في خلال الشهرين اللي جايين عشان يكون كمان الوصول لكاس العالم. يعني عندنا امل بيزن الله ان احنا نوصل لقطر عشرين اتنين وعشرين. اولا زي ما قلت الحدق احنا معنا طبعا مجموعة ليبيا الجابون انجولا. مجموعة تعتبر مش سهلة او متوسطة. بالنسبة ان الجابون هو اقوى فرقة فيهم طبعا. انت كل مباراة بتخسر فيها يعني او بتتعادل بتخسر نقط. بمعنى ايه? انت بعد ما مسلا ان شاء الله يعني تتصدر المجموعة اللي فيها ليبيا والجابون وانجولا. هم عشر ما جميع. هيصعد كام فرق عشر منتخبات. هما بيقضوا الاول بس. الاول بس اه. المجموعة بتاعتنا هيقضوا الاول. الاول بس. بالتصفيات كاس العالم. هيعملوا عشر منتخبات. العشر منتخبات دول يتقسموا خمسة وخمسة يلعبوا بعض. طب لما يتقسموا خمسة وخمسة هتتقسم ازاي? على حسب التصنيف. اه. يعني هم هيقضوا افضل او افضل الخمسة على مستوى المجموعات. يعني مثلا الجزائر المغرب كودفوار تونس السنغال اللي هم اول خمسة. فانت لازم تخش في اول خمسة دي. ليه? لان انت لو ما دخلتش في اول خمسة هتقابل الجزائر. هتقابل تونس. هتقابل مثلا كودفوار. ايو التصنيف دو بالبوينت اللي تصنيف التراكمي. اللي هو اللي هو مسلا ان انت اتعدلت او خسرت في المتشاط اللي احنا عملين مستهترين بها دي مسلا هتفرق معاك في التصنيف بعد كده. اه يعني حتى تعادلنا مع كينيا اه نتيجة مش حلوة او اللي كان بتأثر عليك. بتأثر عليك في التصنيف التراكمي. كل ما بتكسب في الفترة دي قبل قبل ما يتعمل القرعة. وتحديدا برضو في مع المجموعة في ليبيا والجابون وانجولا. كل ما بتكسب ماتشاط كل ما تصنيفك يزيد اكتر. كل ما تاخد نوات اعلى. يعني دل وقت مصر السادس. في على. السادس. يعني دل وقت احنا. لقدر الله لو تصفيات كاس العالم بكرة او احنا وصلنا. هتتحط في المركز او في المرتبة اللي هي الاولانية. اللي هي بتقابل اول خمس فرق من الاو اقو اقو اقو. انت محتاج تكسب اكتر عشان توصل للخامس. كل ما بتكسب كل ما ايه? كل ما بتبقى في التصنيف الاول. بحيث ان انت تبقى فرصتك اسهل شوية بحيث ان انت تبعد عن المنتخبات التقيلة. يعني مسلا لما لعبنا الكونغو وعنا في المجموعة لما كان معنا الكونغو. كان معنا منتخب اسهل شوية. عكس بسهل لما قابلنا مين قبل كده كالدفور مسلا. قابلنا عملنا ماتش فاصل مع الجزائر. كل ما بتقابل فرقة بيبقى فرصتك في الصعود. اه طبعا احنا اقوى يعني عندنا اسماء اقوى وعندنا بس طبعا بتسهل فرصتك. لما بتقابل منتخب اقل شوية بتسهل. ده من خلال تجميع النقاط. طيب تعال علشان نطبق الكلام ده عاملين نشوف معدل المنتخب. معدل الارقام منتخبنا لغاية دلوقتي في المشوار مع الكابتن حسام البدري. ونبدأ نبص للارقام ونقول لا ده احنا على المستوى مثلا الهجومي لازم نزيد لازم على المستوى يعني من خلال الارقام نبدأ نحسن. اولا المنتخب مع كابتن حسام في التصفيات لعبنا خمس مباريات. كسبنا اتنين من خمسة وتعدلنا ثلاثة. طبعا رقم ومخسدناش ولا ماتش. رقم كويس ان احنا مخسدناش ولا ماتش. بس في مجموعة سهلة زي دي عدد الفوز قليل. اتنين من خمسة قليل. الحاجة الثانية الرقم الاهم عدد الاهداف. ستة اهداف فقط في خمس مباريات. ده بيأكد ان احنا عندنا وعندنا محمد صلاح. لا ده عندنا محمد صلاح وعندنا مصطفى وعندنا مستوى. وعندنا مصطفى محمد وعندنا محمد شريف. شريف وحسام حسن وعندنا يعني يعني عندنا. فدي دي اسماء كبيرة. فانت ده كفية محمد صلاح لوحده ويبقى أنت عندك ستة أهداف في خمس مباراة رقم قليل طب يبقى من الرقم ده برضه عشان نترجم يبقى احنا محتاجين من قول مستوى الهجومي لازم تجيب في مباراة هدفين وثلاثة في مباراة زي بكرة لازم تكسب وتدوس لازم أنت مباراة زي بكرة دي لما تكسب فيها اثنين وثلاثة بتديك ثقة بتساعد لك الثقة عند الجمهور الثقة في نفسك بتدي الثقة كمان للعيبة بتفرق كتير وكمان بتزودك في التصنيف فمكسب زي دم يعني آه مباراة للصدارة بس بتكويك أكتر بتكسبك بتديك ثقة بنبص برضه على معدل الاستحواز أولا احنا دخل فينا ثلاث أهداف خمس مباراة برضه رقم مش حلو رقم كبير بالنسبة لمنتخب مصر وعلى مستوى المنافسين بالزبط المعدل الاستحواز بتاعنا 53% رقم كويس يعني برضه ممكن كان يوصل أكتر من كده بس مش وحش معدل التمريرات خمسمائة واثنين برضه رقم جيد معدل التصويبات بتاعنا ده الرقم السلبي احنا بنعمل تسعة محاولات بس في الماتش الواحد وده رقم قليل انت كنت لسه بتقول لي جزر وكمر بتعمل سبع محاولات مقارنة باسم مصر وجزر وكمر يعني محمد صلاح لوحده في ليفار بول بيعمل بالستة والسبحة ولا بالحداشر في الماتش فانت لما تعمل هنا تسعة كفرقة رقم قليل جدا بالنسبة لخارج المنطقة انت بتعمل منهم تلاتة او دخل المنطقة ستة معدل العرضيات برضو مش كتير عشرة بقى عشرة في الماتش الواحد فكده عشان كده مصطفى محمد مش ظاهر قوي صحيح فلازم بكرة عشان تستغل الكلام ده لازم تعمل عرضيات كتير لازم يكون فيه اسلوب ضغط ده بأكد عليها مرة تانية لازم اسلوب ضغط ولازم سرعة استرداد الكورة ولازم يكون فيه استحواز لعب على الاستحواز طيب علشان نروح لمباراة بكرة والكلام اللي انت بتقوله يحمد يتنفذ وان شاء الله يتنفذ بشكل بير محتاجين ادوات في الملعب محتاجين تشكيل ايه من وجهة نظرك علشان ده يتنفذ بكرة عايزين ضغط عالي عايزين اهداف عايزين كرسطات لو هنشتغل على مصطفى محمد يبقى عايزين الاجناب تشارك عايزين اداء كويس وعايزين مكسب كويس وجهة نظرك كابتن حسام ممكن يبدأ بمن بكرة عشان ده يظهر على الملعب يعني اتوقع ان هو حيدي فرص لبعض الناس يعني اتوقع ان هو اكيد الشناوي في حراسط المرمى يعني ده ما فيش خلاف عليه يعني اعتقد بالنسبة للاتنين المساكين الوينش طبعا احمد حجازي مش متواجد فغالبا هيدخل مكانه علي جابر هيبقى الوينش وعلي جابر نحية اليمين برضو هيغير ممكن يشوف ياسر على حساب ياسر وينش غالبا هو يعني علي جابر كان واخده او قناعته علي جابر اكتر انا بتكلم ككابتن حسام بدري ايو انا فهم اه يعني ككابتن حسام بدري هو انا بتشكيل متوقع اه هو كان واخد علي جابر واخد ياسر ابراهيم في الاخر بعد اللقف المباراة الاخيرة فاعتقد علي جابر برضو كبكات مثلا ممكن عمر جابر نحية اليمين يعني هيدي عمر جابر مثلا على حساب محمد هاني ممكن برضو الناحية التانية عبدالله جمحة هيبقى التغيير ورا اكتر لكن قدام ممكن يكون في ثبات طيب قول لي على مستوى وسط الملعب وسط الملعب النني والسلية زي ما قلنا يمكن قبل الهواء النني والسلية في الاتنين الارتكاز افشا لانه ماشي بشكل كويس جدا ودي برضو حاجة انت ليه انا ليس حواف عند افشا انت بتقول وانا من وجهة نظري كمان انه المفروض يعني المجهود البدني اللي اتعمل من خلال لو اتكلمنا على محمد هاني فرأي انه لازم يرايح المباراة بتاعت دكرة لان مجهود بدني كبير جدا وحيرجع بعد للمنتخب حيروح على مباراة كبيرة نتكلم كمان على افشا افشا بيعمل مجهود ويمكن انت جبت صور مميزة جدا ان افشا بنشوفه بيرجع وبيروح فالاداء البدني خاصة اللي افشا لو شلنا افشا مين اصلا رقم عشرة موجود في المنتخب عشان يلعب مكان افشا هو احسن واحد كان يلعبها اوباما يوسف اوباما اوباما بصراحة اوباما ماشي بشكل كويس جدا مع نادي الزمالك ومن هدفين الدوري ما عرفش ازاي بصراحة ما اتخدش يعني هو افشا واباما احسن اتنين دلوقتي في مصر في حتة صناعة اللعب حتى احسن من عبدالله السعيد يعني الاتنين على مستوى الفترة الاخيرة مستوى الفترة الاخيرة كأداء الاتنين ماشيين بشكل كويس اوباما بيهدف من هدفين الدوري لعيب مهاري ولعيب عنده الفكر ما عرفش ما اتخدش ليه برضو يعني اوباما كان ممكن يفيد في المبارزة دي ان انت تقدر تجربه صحيح ماشي بشكل كويس صحيح وتريح افشا في نفس الوقت طيب لو لو بكرة لو بكرة مثلا ما بدأش بأفشا ولا انت شايف ان بكرة انا شايف ان هو هو يعني من الناس المقتنع جدا بأفشا ولو ما بدأش بأفشا حيبقى محمد فاروق زي ما نزل في المبارزة الاخيرة محمد فاروق برضو لعيب اجناب اكتر منه بليميكر هو واخده ككده يعني هو الوحيد اللي ينفع كصانع علعاب كفكر كابتن حسام كقايمة هو محمد فاروق بديل افشا الاثنين برضو اعتقد ان محمد شريف هيكون لي دور بكر يعني خلينا نكلم انتكلم اثنين ديفندر عمر السلية قدامهم محمد مجدي افشا محمد صلاح محمد شريف مصطفى محمد على حساب تريزيجية على حساب تريزيجية ياما ممكن محمد شريف يبدأ كراس حربة ويبدأ تريزيجية يعني ممكن يقعد مثلا مصطفى محمد ده برضو دي الاحتمالات الموجودة انه نبدأ بس محمد شريف بالتأكيد هيكون لي دور بكره اساسي يعني اكيب بنسبة كبيرة اوي يعني ادوار محمد شريف مع الكابتن حسام البدري دايما بتبقى على على البوزيشن الجناح يعني دايما حتى في مبارات توجد تبتكر لما بدأ اول مباراتي واحرز هدف كان بيلعبون جيمين يعني محمد صلاح ما كانش مدواري محمد شريف مستو الفعالية على المرمى فعال جدا على المرمى محمد شريف بشوفه يعني انت برضو لو لعبت بكرة لو افترضنا ان احنا بدأنا اربعة اتنين تلاتة واحد بوجود محمد مجدي افشا لازم بكرة كابتن حسام يشوف لان انا بدأت محمد صلاح المشكلتين اللي قلت احداك عليهم مع الضغط الحاجة التانية هل محمد صلاح هكلفه بتعليمات دفعية ولا لا طب لو مش هيدافع هلعب انا مثلا بافشا ارتكاس تالت انا عندي النني وعندي السلية ممكن اجرب بكرة يبقى مثلا النني والسلية او طريق حامد والسلية وافشا مثلا اجرب بكرة تلاتة ارتكاس دي لازم احطها عشان هتنفعني في اللي جاي محمد صلاح مثلا لو مش هيرجع يدفع انا ممكن احميه يا اما حط مثلا اتنين مهاجمين ويبقى مثلا افشا جنح ومحمد صلاح برضو يعني انت بتقولي ان بكرة كمان في فرصة للكابتن حسام البدري انه يبص القدام يعني لو ان شاء الله السيناري يومش كويس وعندنا يجرب اختلاف طرق اللعوة يعني انه اربعة تلاتة تلاتة اربعة تلاتة تلاتة او اربعة اربعة اتنين بمعنى ايه مثلا لو بدأ بافشا ومحمد شريف ممكن افشا بيلعب جناح ما ولاعب جناح في المباراة الاخيرة مع النادي له جناح يمين ومثلا تريزيجي او محمد شريف شمال واجرب محمد صلاح تحت مصطفى محمد دي برضو من الحاجات اللي انا قدر اجربها الاتنين ماشيين بشكل كويس محمد صلاح صعب بيلعب مهاجم مع ليفربول وبيلعب تحت المهاجم مصطفى محمد هيشغلهم وتقدر تستغل محمد صلاح من تحته ففي كذا فكرة انت ممكن تجربها بكرة بس اهم حاجة الضغط العالي اهم حاجة الضغط العالي اللي هيسهل عليك كتير جدا ضغط العالي من قدام وفي نفس الوقت انت كمدرب بكرة عايزي من المباراة انا عايز استفاد من المباراة اللي جاي فهو فكرة ان انا عايز اكسب لعيبة عايز ادي فرص هشوف سنائية مثلا النني مثلا والسلية هتوبع عاملة ازاي طب هما الاتنين النني هو اللي هيبقى قطع الكرات والسلية هو اللي بيزيد دي برضو هتوبقى السنائية دي هتنجح ولا مش هتنجح ولا هحط افشا معهم كارتكاس تالت كل دي سنوريوهات اكيد هل احمد ايمن منصور كان لعب ماتش كويس هل احمد ايمن منصور هتديله اخليه كامل مثلا كباكلفت ولا ادي فرصة لعبدالله جمعة كل دي سنوريوهات هو في دماغه لان هو برضو فيه مشكلة ان هو ما عندوش باكلفت منتخب مصر مفروش ظاهير ايصر بقالنا فترة يعني يعني امان اشرف امان اشرف كان بيلعب مساك بقاله فترة احمد ابو الفتوف مستوى اه احمد ابو الفتوف مستوى ساعات متزعزة بكل زراحة احمد ايمن منصور لما تجرب يعني ما فيش استقرار في حتة الباكلفت بقالنا فترة مع عندناش ظاهير ايصر في منتخب مصر يعني محمد هاني خلاص بقى معروف ان انت كهو الباكي اليمين الاساسي مين الباكي الشمال الاساسي هل هتدي الايمن اشرف ولا هتديله في المباراة الخارجية طيب فيه كمان اسماء على مستوى القايمة تكلمنا معاك يعني قبل الهواء بنتكلم بتقول لي اسلام عيسى لعيب كويس اوي ممكن جدا يفيد الكابتن حسام تفتكر البوزيشن الافيد لا اسلام عيسى ويفيد بيه المنتخب انا شايف اسلام عيسى واحد من اللعيبة الممتسك جدا واحد من الاجنحة الهدافة بس هو يعني ايه هو لما راح برامدز مستوى قال لشوية انشغل شوية بعدين بدأ يرجع الفترة دي واخد لعب الشهر برامدز بشوفه لعيب مميز مهاري سريع هداف وانت لو واخده مفروض تجربه تديله فرصة تشوفه هل اسلام عيسى حينفع كدولي دي نقطة مهمة جدا واسلام عيسى لعيب مهاري ولعيب صحب شخصية فبشوفه انه ممكن تجربه تديه برضو حتى لو الشوط التاني لان انت واخده في القائمة هم تجربه برضو احنا بنتكلم هنرجع لنقطة ان المكسب مهم جدا على عملية على الصدارة والتصنيف هو كده ولا كده هيبدأ بالتشكيل الاساسي بتاعه وفي نفس الوقت يعمل عملية التوازن مانا ماينفعش برضو ممكن ابدأ اغير اغير ستة ويحصل هرجالة تاني او يحصل عشوائية في الاداء فدي برضو هتفرق معه لكن هو على الاقل انا هسبت اللعيبة الاساسية اللي هي كارت مميزة في المطش اللي فات زي مثلا الشناوي العمود الفقري بتاعي الوينش مصطفى محمد اللي لعيد من الارتكاز مثلا وليكن السلية ككابتن يبقى انا عامل عمود فقري للفرقة وقدر اغير اللي حوالي محمد صلاح طبعا اكيد هيبدأ فانت عندك عمود فقري للفرقة وتقدر تبدل اللي هو اللعيبة التانية اللي انا بقدها فرص فانا بشوف ان محمد شريف واحد من المهاجمين الجايين بشكل كويس جدا هداف وفعال على المرمى وكل ما بيشارك بيحسسنا بخطورة لازم يكون لي دور بكرة سواء بدأ كمهاجم او كجناح رغم انا بشوف ان محمد شريف حتة المهاجم التاني بيبقى مميز فيه اكتر مكان لمحمد شريف مميز فيه المهاجم التاني لما لعب مع مراوان محسن في النادي الاهلي في الحتة دي ظهر بشكل كويس جدا فدي برضو ممكن اجربها ليه لا ممكن ابدأ نسينا اسمي كمان على مستوى رسل حرب حسام حسن هداف الدوري وعمل شكل اكتر من رؤية تفتكر هاكون لي دور بكرة طبعا هاكون لي دور بس هو اعتقد ان مصطفى محمد يعني الماتش اللي فات ما استعدش يعني ايه عايز يكسبه كمدرب انا عايز اكسب مصطفى محمد هو كمان عايز يعمل ماتش حسن من كده عايز اعمل ماتش حسن من كده عايز ابقى للناس ان انا العيد دولي ان انا مهاجم منتخب فممكن يدي له فرصة وممكن طبعا حسن حسن يعني دي وممكن يبدأ بمحمد شريف كمهاجم ليه لا يعني محمد شريف لما بيلعب مهاجم محمد شريف ينفع جدا كمهاجم وهم يقدر يفتح لي المساحات ويبقين لي محمد صلاح يبقين لي تريزيجي يبقين لي دي مهمة جدا بس لو انا حلعب تمريرات طولية تاني مش هتنفع منتخب مصر اسلوب اللعب التمريرات الطولية واللعب المباشر ده مش بتاعنا اللعب برضو يعني حرجع لنقطة انك كمان كمدير فني للمنتقب بتعتمد بشكل كبير جدا اكيد على لعبة النادي الاهلي والزمالك والمحترفين الزمالك بيلعب استحواز الاهلي بيلعب استحواز المحترفين عندهم الاستحواز والبلدنج أب فانت كمان اعتقاد الشخص ان عندك قدرات انك تعمل بيلد أب من تحت انك تبني من تحت عندك كل لعبة النادي الاهلي بتعرف تعملها عندك الامكانية تعملها احسن مساك في مصر بيلعب كرة من تحت هو بدر بنون بصراح هو بدر بنون طبعا بدر بنون كفي النادي الاهلي بس كمصري احسن مساك في مصر بيلعب كرة من تحت ايمن اشرف ايمن اشرف كمان عنده روح هيل جدا الوينش بصراحة مكسب كبير جدا في الفترة الاخيرة برضو كمساك الوينش عالي قوي كل الكرة العالية بتاعته مساك هيل بصراحة مع نادي الزمالك ماشي بشكل كويس جدا فانت عندك لعيبة بتقدر تطلع الكرة وانت عندك مساكين ممتازين جدا عندك قوام وعمود فقري للمنتخب ممتاز يعني عندك كفرقة ما ينفعش عشان كيف يقول له حضرتك انت عندك محمد صلاح عندك تريزيجية عندك مصطفى محمد عندك محمد شريف عندك أفشة عندك انت بتحتار ده في لعيبة مثلا بنقول ان هم مظلومين من كتر اللعيبة يعني سواء عبد المنصف مثلا كحارس مارمة ممكن محمد فتح الله مثلا في المحلة ممكن أوباما اللعيبة دي محمد إبراهيم في لعيبة يعني فيه كمان لعيبة اللي هو ايه انت بتقول منكتر اللعيبة فانت ازاي عندك الكمية دي وفي نفس الوقت ما بتلعفش استحواز ما بتلعفش ضغط عالي ما عندكش ان انت سيطاء ده يعني احنا لما بننتقد هنا بننتقد عشان نصلح للفترة الجاية كل الدعم طبعا لكابتين حسام البادري في الفترة الجاية بس لازم الحاجات ديت انت لو ما انتقدتش في الفترة دي مش هينفع لازم تنتقد في الفترة دي لا بتنتقد يا كابتين برضو يا اسف يا دكتور رحمد انك بتنتقد مش للنقد احنا عايزين نشوف منتخبنا عبدال حاجة بناء للبناء ليه عشان نبني في اللي جاية لازم الفترة الجاية لازم ليه لان انت لو ما عرفتش لو ما اعترفتش بخطأك في الفترة دي هتلاقي لقدر الله تخسر بالتلاتة وبالاربعة مع الفرق التقيلة طب ليه لازم انا اشوف اللي ناقصني وكمله عشان ان شاء الله نقدر نوصل كاسعالم مع كابتن حثام البد شاء الله بإذن الله كل التوفيق لمنتخبنا قل لي بس النتيجة بوجة كم كام ان شاء الله اتنين سفر مصر ان شاء الله الليallaha عجيب لجواه ان شاء الله اعتقد محمد شريف ومحمد صلاح محمد شريف ومحمد صلاح اتنين سفر المنتخب بإذن الله شاء الله دكتور احمد بمشكرت شكرا جزيلا الليquelان وارتنا وشرفتنا شكراً وبسعك جداً بتعودنا في حالها الكابتين دي كانت نهاية فقرتنا الحوارية الأولى بعد الفاصل معنا نجم جديد دعا من لعب النادي الأهل السابقين الكابتن محمد جود